قالت القوات المسلحة أنها قامت اليوم بالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان وذلك لتأمين وصول باقي عناصر قوات المسلحة المصرية لمقر السفارة المصرية تمهيدا لإجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن وأضحت قوات المسلحة أنها قامت أمس باتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط ثلاث طائرات نقل عسكرية مصرية في إحدى قواعد الجوية بالأراضي السودانية وذلك للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل لقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر ثلاث رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة والعودة بهم إلى إحدى قواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة وأكدت قوات المسلحة على صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التي وصلت إلى أرض الوطن وكذا المتواجدة بالخرطوم